نتابعين حلقتنا مع سانتيوة بتقبل دكتور شاربيل دابال عن جراحة الكلة والمثالك البولي أهلا وسهلا فيك دكتور رح نحكي عن موضوع مهم عن الدم بالبول يلي هو حالة ممكن تصادف بكل أسف شو أسبابها؟ دكتور رح نبلش أول شي نعرف شو هو الدم بالبول الدم بالبول موضوع جدا واسع بجراحة المثالك البولية بيقدر يتعلق بكل مكون من مكونات جهاز المثالك البولية أمتين منقول أنه فيه دم بالبول شاغلي من اثنين يقو المريض بيدق لحكيم وبيقول له حكيم أنا بولت هو لون بولي زهري أو أحمر يقو الحكيم بيكون طلب فحص بول للمريض بيقدر يشوفه على المجهر بيقدر يشوفه على المجهر الكوريات الحمر نحن عم نشوف الصورة مضبوط هيد الفرق بين الشغل الثاني اللي عم بقلك أول واحدة اللي هي الجروس هيماتوريا يعني المريض بيبول دم أو بيبول بول لون زهري والشغل الثاني هي المايكروسكوبك هيماتوريا يلي بنقدر نشوف الكوريات الحمر على المجهر بالمختبر شو بيدل له؟ اتنين تون عندهم نفس الأسباب واحدة فيها تجي عند شخص مثلا بياخد دواء سيالين أو حالته متقدمة أكتر من التانية اللي هي الجروس هيماتوريا دم بشكل كبير الدم لما نشوفه على المجهر كمان عنده أسبابه وعنده سبول الإلاج مثل ما قلنا بالأول أنه فيها تتقى فيه وهذا الموضوع يتعلق بكل مكونات جهاز المسالي البولي راح نبلش بالمكونات الأساسي لجهاز المسالي البولي هو الكلوي في عنا الكلوي في عنا مجرى الكلوي في عنا البلادر أو المثانو وتحتها في عنا البرستات عند الرجال المشاكل الدمي اللي بتعلقوا بالكلوي أكتر شي من شوفهم هنه مشاكل البحث بالكلوي بحثة إذا قاعد بقال بالكلوي ما رح تعمل أي شي نكتشفها من خلال صورة أما البحثة لما تنزل بمجرى الكلوي رح تعمل كريزة بحث تترافق مع وجع ودم بالبول الالتهبات كمان بيقدروا يقدوا لدم بالبول الالتهبات الكلوي بتترافق مع حرارة ألم بالكلوي ودم وآخر شغلة بالنسبة للكلوي بتتعلق بالتروما يعني الأشخاص إذا أكلوا ضربة ممكن يصير في عنا دم بالبول نتيجة خزق صغير بغشة تبع الكلوي منرجع منتقل من بعد لمجرى الكلوي سببين أو بحثة مثل ما قلنا بس ما بتقطع بلا ما نعرف يعني بدو يكون في وجع مؤلم جدا اللي هي عم نشوفها بالصورة اللي فوق على اليمين والشغلة التانية اللي بمجرى الكلوي هي لما يكون فيه تواليل عند المدخنين أكتر شيء منشوفها نرجع رح ننتقل على المبولة هاي دي عم نشوف هون الكدني كانسر كدني كانسر هي حالة فيها تحصل عند الأشخاص المتقدمين بالعمر أكتر شيء كمين المدخنين بتصير تربة تلولة أو كتلة على الكلوي شوي شوي مع الوقت ما نقدر نكتشفها من خلال بروز دامبلور هاي دي بشكل عام الأسباب العامة بعد فيه شغلة اللي بنا نحكي عنها اللي هي المبولة اللي هي أكتر شيء كمين فيها تشكلنا مشاكل مشاكل من وراء التواليل المبولة عامل الخطورة الأساسة بمشكلة الدامبلور هو التدخين التدخين هو المصارط رقم واحد للمبولة أوكي التواليل فيهم مشكلتهم بيقدروا يربوا بطريقة خابية مع كتير من الوقت سنة 2-3-4-5 إلى أنه يجي نهار ونكتشف دامبلور بريد ببول دام نعمل صورة صوتية نكتشف أنه فيه تلولة بالمبولة اللي حظه حوله بتكون بمرحلة متقدمة اللي حظه عاطل الأسف بتكون بمرحلة متقدمة ومنضطر نروح لشايل المبولة يعني الدم بالبول قادر يخدنا على مطارح كتير خطيرة قادر يخدنا على كتير مطارح خطيرة خصوصا إذا أهملناه يعني اللي بيشوف مرة دم بالبول بيقول لك أنا بيخد دواء سيالين لا هذا من دواء السيالين لا يكون فيه مشكلة كبيرة دواء السيالين نزل دم أكتر من العادة وهذه المشكلة إذا تركناها بيصير فيه مضعفة دكتور هالحالات هي أكتر عند الذكور من الإناث حسب مثلا مشاكل الالتهبات المثانية عند النساء أكتر من الرجال اللي هي بيصير فيه صعوبة بالتبول حريق بالبول ألم بالمبولة بس ما بيصير فيه حرارة مشاكل الدم ناتجي عن البروستات أكيد عند الرجال أكتر بتكون بيصير فيه صعوبة بالتبول صعوبة كلية أو جزئية بيصير فيه شوية دم بالبول فيها تبين بس على المجهر فيها تكون هيدا أحد العوارد لتضخم الحميدة للبروستات عند الرجال المتقدمين بالعمر ما فينا نقول أنه بتصير بس عند النسوين أو بس عند الرجال كل حدا عنده عنده مخصصاته بالباتولوجية إذا بنا نحكي عن علاجات هالأسباب التي استعرضناها شو هي العلاجات؟ حسب السبب الأول شيء بنا نروح على التشخيص نقدر نعرف كطبيب وكمريض شو فيه شو المشكلة التشخيص بيصير من خلال فحص بول وزرع من خلال صورة صوتية أو صورة السكانر ومن خلال تنظير للمثاني إذا احتاج الأمر إذا بيّن معنا شو المشكلة هل هي التهاب من خلال زرع البول لا يليش بيكون أنتبيوتيك إذا كان في عمنا مشكلة بالكلو اللي هي بحصة إذا بحصة قاعدة وخابية فينا نعالجها كما أنه فينا نتركها لحريط ما تعمل كريزة ونشتغل فيها إذا كانت المشكلة مشكلة تلولة على الكلو لا العلاج هو ضروري لازم يصير فيه استقصال لكلو أو لجزء من الكلو بالنسبة للمشاكل اللي بتتعلق بالمثاني إذا كان فيه تلولة بالمبولة أكيد ما بتنترك لازم واحد يتصرف وبسرعة من خلال من خلال نتيجة الأنسجة تبع هذه التلولة يا من نروح على استقصال كلي للمبولة يا أو المريض بدو يتابع بعلاجات أدوية بقلب المبولة وعلاجات تنظيرية كل ثلاثة شهر أو كل سبت شهر بالنسبة للبروستات والمرض الحميدي للبروستات العلاج بيكون بالدواء أو بالتنظير واستقصال جزء إلى البروستات هؤلاء جلنا على العلاجات بشكل كامل صحيح عامل الخطورة بالدمبل بول مثل ما أنه هو التدخين لأنه يقدر يعطينا يعملنا تلولة بكل جهاز المسئلة القبولية من الكلوة للمثاني في أي شيء بتحب تضيفه حول هذا الموضوع يعني خاصة ولو بعض النصائح البسيطة للناس بعض النصائح البسيطة أي دم بالبول ما فينا نغض النظر عنه في شغلة بسيطة بتصير اللي هي أكل شمندر أكل شمندر بيلون لون أحمر البول ما يخافوا هذا من وراء الأكل في بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية والمضادات الألم في لبنان بيقدروا يلاونوا البول دم ما يغضوا نظر يستشيروا طبيبهم بهذا الموضوع دكتور نحن بنا نشكرا كثير أحلى وصحة فيك معنا وشكرا لحضورك أحلى وصحة نحن رح نتابع حلقتنا خليكم معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر